بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود في البداية أن أتقدم بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة جمهورية مصر العربية على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاؤل الإقليمي والدولي تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة في قطاع غزة كما أنقل لكم تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل السعود وصاحب السلو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الفزراء الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز آل السعود حفظهم الله وتمنياتهما نجاح أعمال هذه القمة إن الأحداث المأساوية والجارية في فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق صراح الرهائن والأسرة امتثال الأعراف والقوانين الدولية وما بادئنا الإنسانية المشتركة وإيجاد حل سلمي لهذه الأزمة يخرج المنطقة من دوامة العنف المتكررة ويحقنا الدماء ويسسوا لسلام عادل وشامل واستدام إننا نؤكد رفضنا القاطع لانتهاكات القانون الدول الإنساني من أي طرف وتحت أي ضريعة ونشجب كل استهداف للمدنيين أينما كانوا ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم لإلزام إسرائيل باحترام القانون الدول الإنساني ونرفض ازدواجية والانتقائية التي يمارسها البعض في المجتمع الدولي وهنا لا يكفي الكلام إنما أن يكون هناك تحرك جدي ونطالب المجتمع الدولي الضغط على جانب الإسرائيلي لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية التي أودت بحياة الأبرياء والتي تهدد وعاقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي كما نؤكد رفضنا القاطع لمحاولة التهجير القصري للفلسطينيين من جانب إسرائيل وهنا أود نعرب عن خيبة أملنا عن عجز مجلس الأمن الدولي من اتخاذ موقف حيالها الأزمة الحالية حتى الآن أصحاب الفخامة والسمو المعالي نطالب كذلك بفتح الفوري لمرات إنسانية آمنة وسماح بإجلاء المصابين وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية بدون قيود للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها كما نؤكد على تمسك المملكة بالسلام خيارا استراتيجيا عبر الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وفق قرارات الشرعية الدولية الحضور الكريم حرصت المملكة من الدناع هذه الأزمة على التشاور والتنسيق مع شقائي وشركائي في المجتمع الدولي ونأمل أن تسهم هذه القمة في تحفيز تحرك حاسم من المجتمع الدولي لإيجاد حل ينهي هذه الأزمة ويسمح بالخروج من نفق المعاناة ويفسح المجال لإحوار جاد حول مستقبل القضية الفلسطينية وبحث سبل دعم المجتمع الدولي للسلام عادل ودائم في المنطقة يحقق الأمن والازدهار للجميع ستستمر المملكة في مساعيها مع كافة الشركاء للوصول إلى هذه الغاية لكن الأولوية القسوة بالنسبة لنا هي الوقف الفوري للتصعيد العسكري لحقن الدماء وإغاثة المتضرعين بما يهيئ الظروف المنائمة للعمل نحو السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته